موسيقى السلام عليكم مشاهدي ألفاظ المتابعي قناة شروق نيوز أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المتجدد حوار خاص بشخصية رياضية كروية بالتحديد جزائرية لطالما صنعت الحدث تصنع الحدث لماذا؟ لأن البعض يصفه بالمدرب المثير للجدل له صولات وجولات كثيرة في الجزائر وخارجها اليوم صيته ذائع أكثر في الخليج وأين؟ في الدوري السعودي أقوى الدوريات العربية لكرة القدم مدرب جزائري يقال أنه يمتلك عقلية إيطالية كاريزما صنع بها الحدث أينما حل وارتحل هو المدرب نوردين زكري أو مثل ما يحلو للأنصار مناداته زكري نيو مساء الخير نوردين زكري مساء الخير أخ محمد وبود أن أشكركم على هذه الاستضافة وبود أن نحيي الجمهورنا الكبير والعريض العربي وفي الجزائر بتحية رياضية خاصة شكرا لك نوردين زكري نبدأ ربما غبت كثيرا مؤخرا في سنوات الأخير عن وسائل الإعلام الجزائري نتابع أخبارك فقط عما تفعله في الدور السعودي أين هو نوردين زكري طيلة هذه الفترة وخاصة قلو في السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة منذ مغادرة وفاق السطيف في الحقيقة كنت أشتغل في الدور السعودي وبالتالي كنت مهتم أكثر بالدور السعودي وكنت مهتم في المكان الذي أشتغل فيه زيادة على ذلك بعد قدوم الوباء هذا خلط تقريبا حسابات العالم ككل ليس حساباتي أنا فقط وكننا يعني ما ناش قادرين حتى باش نجيب للجزائر يعني أنت تتكلم مع واحد ربما أكثر تقريبا ثلاث سنوات لما زور الجزائر ولم زور أهلي هنا في الجزائر وبالتالي كانت صعوبات جدا بالبلوشوت بحكم العمل في السعودية وعائلتي في إيطاليا وكذلك عائلتي هنا في الجزائر كان من الصعب جدا أنني جزائر لكن الحمد لله توفقت أخيرا وجيت وشفت الوالد وشفت العائلة الكبيرة وأنا جيد سعيد هنا في بلدي الحمد لله ربما ندخل مباشرة تنفيذه بالموضوع نوردين زكري نسمع الحديث كثيرا عن اتصالات من هنا وهناك هل هناك ملموس هل هناك اتصالات ربما واضحة رسمية في وجهة مستقبلية لنوردين زكري لا ربما نعم هي مسألة مكتوب فقط لأنه حقيقة جاءتني عروض كثيرة من هنا من شمال إفريكا وجاءتني عروض خليجية جاءتني عروض بعض المنتخبات جاءت يعني تكلموا معي وكلاء ولعبين ومكلاء المدربين وكذا ولكن كل مجاني ما مهوش في طموحاتي أنا كنت صريح في آخر تجربة لي في نادي ضمك بعدها مباشرة قلت أنا لست مدرب طوارئ لست مدرب يلعب بناجل تفادي السقوط أنا مدرب كنت درب أعرق الأندية في الجزائر بفاق سطيف وكنت ألعب على الألقاب ولي ألقاب مع هذا النادي العريق والنادي الكبير كذلك كنت أدرب عميد الكرة الجزائرية اللي هي ملودية الجزائر بلها بذلك الجمهور الكبير اللي عندها وتاريخي الكروي كمدرب نظن بدأ من هنا من الجزائر أنا شعبيتي كبيرة جدا هنا في الجزائر سواء كان في فواقس طيب سواء كان في ملودية العاصمة سواء كان حتى في الأندية الأخرى اللي كانت يعني تتأمل وتتمنى أنه مدرب أنه زكري يكون مدرب هذه الأندية بصراحة زكري ما الذي ينقص نور دين زكري حتى يشرف على مشروع رياضي محترم حتى يبقى لسنوات في نادي ليطبق فكره الكروي ما تعلمه في مركز كوفيرتشيان ورفقة مدربين يشرفون اليوم في سيري آ يشرفون على منتخبات عملاقة يعني كان لك نفس التكوين نفس التدرج في هذه المدرسة الكروية الإيطالية العريقة ما الذي ينقص زكري هل المشكل في صراحتك هل المشكل في الذهنيات في هذه الدول التي تشتغل بها لأن الاستقرار في الطاقم الفني تقريبا أمر مستحيل سواء في الخليج أو في الدول العربية وحتى إفريقية نيات فقط لأنه قلت مرة لو مورينيو كان عربي من وصول عربية مستحيل أنه ينجح سواء كان في آسيا أو في الجزائر مستحيل لأنه صاحب شخصية قوية صاحب تصريحات نارية صاحب كاريزما عالي وكذا فهذا المدرب هذا صراحة كان يسوي كل شيء لكن كانوا يشوفوا الجانب الإيجابي الذي فيه هذا المدرب هذا هو كيف كان يعمل مع الفرق الذي يدربها كيف كان يعمل أولا بدأ في بلاده بلاده هي اللي شجعته هي اللي أعطاته الدفع الكبير المعنوي والدفع الكبير وعطاوله أنديا كبيرة يدربها وبالتالي يوصل أنا من هذا الباب هذا قلت يعني مستحيل أننا نشوف مورينيو أسيوية ولا مورينيو أفريقي مستحيل لأنه بمجرد أنه تكون عنده هذه الكاريزما وتكون عنده هذه العلوم وتكون عنده هذه الشخصية وينفرد بكل هذه المواصفات اللي فيه يحارب يحارب من الجميع غير مرغوب فيه فالمرغوب فيه هو الأوروبي والجنوب الأمريكي وغير ذلك أنا أتمنى يعني مستقبلا أنا ناضل أنا سأظل وناضل من هذا الجانب هذا يعني أنا وقلت في كثير من الأحيان أنا مدرب إيطالي يعني أملك كل ما يملكه كبار المدربين في إيطاليا يعني من ريغو الصعاكي من منشيني من أملك ما يملكه هذه المدربين إلا أنني اسمي فقط نور الدين زكري حتى أنه قلت أنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام بعض يقول أنت تقول ربما أنها صراحة ورغبة في مشروع احترافي لكن البعض يلومك عدة تصريحات لمسؤولين جزائريين يقولون أنها زكري مدرب متطلب لهذا لا يبقى أكثر من ستة أشهر أو لموسم في أغلب الفرق التي يدربها يريد كل شيء جاهز يريد كل شيء في مكانه ما رأيك في مثل هذه الآراء تجاه شخصيا؟ طيب أنا قضيت أكثر من 32 سنة من حياتي في إيطاليا وبتالي أعرف الدوريات الأوروبية وأعرف الدوريات جنوب أمريكا وأعرف كيف تطورت الكرة في أوروبا وأعرف كيف تطورت الكرة في جنوب أمريكا وأعرف كيف تخلفنا في آسيا وفي البلدان العربية وأعرف كيف تخلفنا هنا في إفريقيا وما أسباب تخلف انتانا في إفريقيا من بين هذه الأشياء هذه لما يجيك واحد خبير ومتخرج من أعظم مدرسة كروية عليك هنتزلس معه وفي حوار مفتوح في عوار ويدي وتجلس وتاخذ من فكره لأنه جاي بفكر أوروبي جاي بفكر تطوري البلاده ويشوف أنه بلاده أو قارته أو أمته العربية تتطور إلا من خلال ما تطور به الآخرين على شحن العكس حتى نبقى ربما في السعودية قبل التعريج لأنديا الجزائرية وتجاربك هنا بالإضافة إلى المنتخب الوطني الذي صنع مؤخرا الحدث بإقصائه في السعودية بقيت نفس كاريزما نور الدين ذكري مثير للجدل ونقول مش مشاكل إعلامية ولكن بعض الأحيان مشحنات معارج الإعلام حتى أن تصريحك بأنه يقال أنك قللت من شأن الكرة السعودية لما تحدثت وقلت أنه ما في داربي في السعودية داربيات في إيطاليا فقط بعد هذا التصريح ألم تتغير المعاملة معك هناك في السعودية لا لا أنا أنا صاحب مقولات شغيرة في كل مكان صاحب حق صاحب كلامي هذا موزون وكلامي يعني يصب في لب الموضوع وكلامي لربما لا يفهم في بدايته لكن يفهم فيما بعد يعني بعد ما تمر وقت أنا تكلمت على داربي الجنوب وقلت هذه مدينة وهذه مدينة لا يمكن أن نسمي داربي وهم مدينتين متجاورتين ليس داربي ونستطيع أن نطلق عليه اسم كلاسيكو أما داربي لا لأنه بمجرد أنك تقول هذا داربي يصير ضغط فيه كبير يعني أنا الفريق انتعي في ذاك الوقت كنا نصارع من أجل البقاء والإخواننا في أبها كانوا في مرتبة لباس بيها وبالتالي أنا قلت ينبغي أن ما نسميهش داربي نسميه كلاسيكو فقط حتى ما يجي الضغط على اللاعبين لأنه بتحول للسلب وهذا وإحنا في ذلك المباراة تتعادل الثنين وكنا بأشد الحاجة إلى الفوز فألقيت تصريح قلت هذا مجدير المفروض أننا لغينا هذا الشيء من يوم ما قلت هذا الكلام هذا أبها انهزمت حتى اليوم انهزمت من ضمك الأبها أصبحت لا تفوز على ضمك أبدا لما الضمكوية عرفوا أنهم هم من الخميس مشيط وأبها هي مدينة أبها مدينتين مختلفتين وبالتالي ليس بدرب الدرب موجود في جدة بين الاتحاد والأهلي وموجود في الرياض بين النصر والهلال أو الشباب والهلال أو الشباب والنصر هذا الأماكن هذا وفي القسيم مثلا في بريدا موجود بين الرايد يعني في الرص موجود الحزم مثلا الحزم يلعب ما الرايد ولكن ليس درب لأن منطقة الرص هي مهيش في بريدا في منطقة أخرى يعني ولكن هم كلهم من القسيم سميه داربي موج داربي عمرهم ما سميه داربي والتالي كون صاحب حق حتى في هذه المقالة لكن وصفك للاعبي أبها بالحاقيدين لم يمر مرور الكرام أيضا والله يشوف هو في بعض الحيانة تقول كلامه فعلا أنت تشفت هذا الكلام موجود يعني موجود موجود فقط من مجرد كلامه وهذا الشيء الواقع كان موجود في ذلك المكان اللي كان موجود يتفاهم هذه التصريحات يتفاهم في ذلك المكان البعض لا يعجون تصريحات أنت ما تقدر تقنع الجميع وإلا ثلاث أرباع الأمة ثلاث أرباع سكان أهل الأرض لا يؤمنون ولا يشهدون بوجود النبي عليه الصلاة والسلام أو بنبوت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدليل قاطع عنك رضا الناس جميعا غاية لا تدرك لو نعود إلى الجزائر ارتبط اسمك كثيرا بوفاق ستيف ومولودية الجزائر الوفاق آخر نادي دربته في الجزائر لك ذكريات وألقاب مع هذا النادي يعيش مرحلة صعبة سواء في البطولة أو كأس إفريقيا أزمة مالية خانقة كلمة عما يعيشه الوفاق حاليا خاصة أن البعض يعتبر أن ما قدمته ما درست الوفاق للكرة الجزائرية وكنادي من ألقاب ولعبي للمنتخب الوطني وسمع للكرة الجزائرية كان يستحق قلوش رعاية أفضل ولكن معاملة أو على الأقل شركة وطنية مثل ما منحت الأندية الأخرى شوف لدي ذكريات جميلة مع هذا النادي ويعني أحترم كثيرا هذا النادي هذا وفعلا ما يمر به هذا النادي مش خلال هذا الموسم ولكن من مواسم حقيقة أنه شيء مؤسف جدا مؤسف للغاية أنه نادي مثل هذا نادي عالمي مثل هذا ووصل للعالمية ووصل لعب بطولة العالم ولبع القاب كثيرة للجزائر ولعب باسم الجزائر كثير وكذا أنه لا يمتلك ملعب يليق بذلك الفريق لا يمتلك زي ما قلت أنت شركة أو مثلا داعم مباشر لهذا النادي هذا فعلا يعني شيء مؤسف للغاية يعني وهذا هذا الاحتراف الجزائري الاحتراف الذي بدأنا الاحتراف من تقريب عشر سنوات وهو نحراف وليس احتراف لأننا إذا ما إذا ما دعمناش هذه الأندية الكبيرة يعني هذه الأندية العريقة هذه الأندية التي صنعت تاريخ الكرة الجزائرية فلا أدري أين تذهب بهذه الشركات الوطنية كبيرة مثلا فلسطيف يستحق شركة وطنية كبيرة أو يستحق لربما ونقول لهذه في موضوع الشركات هذه فيها كلام كبير جدا إلى متى نحن سنظل هكذا إلى متى الدولة هي التي تدعم الرياضة إلى متى نظل رهينة عند الدولة ونصبح يعني دائما أنه نحتاج فقط الدعم سواء كان من الولاية أو البلدية وكل هذه الأشياء التي نسمحها باش نسكت هذا وطلع هذا وسكت هذا يا خي هل في أوروبا أو جنوب أمريكا موجودين هذه الأشياء غير موجودين أنا قلت من المستفيد الأكبر في تغريدة قلت من المستفيد الأكبر في تخلف الكرة في إفريقيا وتخلف الكرة في آسيا من المستفيد لك أوروبا وجنوب أمريكا هل في أوروبا أو جنوب أمريكا الدولة تدعم الرياضة مباشرة لا وقلت في تغريدة أخرى هل يفكر منتخب مجرد تفكير منتخب أسيوي ولا إفريقي الفوز نعم الفوز بكأس العالم قلت يعني كسؤال للجميع هل فكر لكن مستحيل أننا نصل إلى هذا المستوى كما المقصود من هذه العبارة هل يوجد فريق إفريقي وعربي وأسيوي يفكر في التتويج بكأس العالم هل هذا يعني غياب مشاريع؟ كل كلام اللي كنا نتكلم فيه هو كل يصب في هذا الباب هذا غياب مشاريع فنية واضحة المعلم لما نقول مشروع فني مثلا نأخذ على سبيل المثال في أوروبا أخذ أي فريق في أوروبا ماذا تجد في هذا الفريق؟ تجد مدير رياضي رئيس نادي إدارة تجد مديرية فنية داخل هذا النادي من القدماء لعبين ومدربين ينتمون لهذا النادي هذا وتجد مدرب أولا اختيار المدرب واختيار الجهاز الفني لهذا الفريق هذا يمر عن طريق هذه اللجنة الفنية فالرئيس آخر الشيء في هذا الجانب هذا في إفريقيا أو في آسيا الرئيس هو اللي يختار المدرب والرئيس يحب تكون عنده سلطة على غرف حفظ الملابس في أوروبا الرئيس ما يدخلش غرف حفظ الملابس مثلا لأنه يتعدى صلاحياته ما يدخلش الرئيس ما يصرفش المدرب يقوله يلعب فلان ولا علان الرئيس ما يتصرفش يقوله نحي هذا ودخل هذا لكن نشوفها في عالمنا الرئيس ما يصرفش في النين بعد المباريات مثلا لكن لماذا نحن متخلفين متخلفين من هذه الأشياء هل هذا احتراف حقيقي من المسؤول عن هذا التخلف فبتالي من باب من هذه الأسباب من هذا الباب وهذه الأسباب هذه مستحيل أنا نفكر مجرد تفكير أن يكون عندنا منتخب يوما ما يفوز بكاس العالم ولا نفكر سواء كان في آسيا هذه الأمراض هذه موجودة في آسيا لكن غير موجودة إطلاقا في أوروبا ناذرا ما تسمع في أوروبا أنه رئيس نادي أنا من سكان ميلانو وكنت كان سيلفيو بلسكوني مدرب الميلان كان في وقت من الأوقات كان يحوسي لعب لعب كان يحب يحب واحد اللاعب عنده في الفريق كان يحوسي لعبه وكان كابيلو ذلك الوقت وكان شي لاعب ذلك اللاعب رغم أنه بلسكوني كان حتى إعلاميين يقول أنا بغيت نشوف هذا اللاعب رئيس نادي كبير وكان رئيس حكومة وغير ذلك شخصية عظيمة لم يقدرش يفرط درايه على مدربه بيروجيا كان أنا أتذكر قوتشي كان يريد أن يشارك لاعب ولو خمس دقائق لأنه هذا اللاعب جاب له شركات رعاية وكان يريد يشارك خمس دقائق وكان ما يخليش وكان عنده وزن كبير في الرياضة ووزن كبير في نادي إلا كوسمي المدرب كوسمي المعروف كان رفض أنه هذا اللاعب يدخل حتى خمس دقائق يعني يشوف سبحان الله وما كانش كل واحد في مكانه إحنا إلى متى نحن نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى كيف كيف نلعقوا لهذا المستوى نحن بعيدين كل البعد بالحديث عن وفاق الصيف كنت سأعرج للحديث عن نادي الآخر الذي ربما هناك علاقة خاصة بينك وبينه في الجزائر هو مولودية الجزائر لكن قبل أن نعرج على المولودية بالحديث عن الوفاق والمولودية الناديان مدربان من طرف مدربين أو تقنيين تونسيين خالد بن يحيا في المولودية ونبيل الكوكي في الوفاق هناك موضة إن صح التعبير مؤخرا في الدوري الجزائري هي موضة تعاقد مع مدربين من الدوري التونسي من تونس الشقيقة كيف يرى نور الدين الذكري اليوم وهو مدرب جزائري يشتغل في الخارج كيف يرى هذا الأمر أو هذه الموضة اليوم هل من المفيد أن يكون مدربون أجانب في الجزائر مثل ما يحدث في الدوريات الأوروبية هناك مثلا في إنجلترا تخلصوا من العقدة نشاهد عدة مدربين ألمان هناك طورة للمدربين الألمان في الدورية الإنجليزية يعني مهد كرة القدم لجأوا إلى الألمان بعد طورة يورغين كلوب مثلا مع ليفر بول وطوماس توخيل وما فعله مع تشلسي أيضا اليوم منشستر يونيتد لجأ إلى المدرسة الألمانية نور دين ذكري كيف يرى هذه الموجة إن صح التعبير لقدوم المدربين من تونس إلى الجزائر أنا أستطيع أن أقول يعني هو ما هو الآن في عالم العولة ما هو في عالم الآن مدربين يتنقلوا من دول إلى دول أنا سؤالي أطرحوا أنا هل بيمكان أنت ذكرت الجارة تونس هل بيمكان خمسة أو ست مدربين جزائريين في نفس التوقيت يدربوا في تونس أو يدربوا في الجارة المغرب مثلا في نفس التوقيت يعني لأنني شاهدت الدور الجزائري الآن تقريب خمسة أو ستة تونسيين زي ما قلت أنت يعني هذه موضة المغرب وصلنا إلى مدربين إلى مدربين لكن ما تقدرش تشوف في تونس خمسة أو ست مدربين جزائري في نفس التوقيت ولا تشوفها لكن حدثت هنا في الجزائر أنا من قديم من قديم أنا نقول لابد من إعادة النظر في تكوين المدربين من الجوانب العلمية هنا في الجزائر لابد من إعادة النظر في تكوين المدربين أحنا هنا في الجزائر للأسف الشديد أنا في تلك السنين اللي كنت هنا في الجزائر أسمع أنه هذا خذائشة هذا مجرد أنه حضرت ربه ستة أربعة أيام وهذا أخذ الشهادة واحد سافر من بلد إلى إفريقيا راح البلد إفريقي خذاله شهادة لأنه ما كانت عنده شهادة وغير ذلك يعني مدربين أصحاب أسامي بدون علم وبالتالي احنا وصلنا اليوم اليوم المدرسة المدرسة الكرة القدم الجزائرية ومدرسة تكوين المدربين الجزائريين هذه إيهانة لهم يعني أنه شوفوا الجعر يجيب ستة ولا سبع مدربين في الدوري هذه إيهانة لمدرستهم لأنه أنا في وقت من الأوقات مثلا تشوف قدماء اللاعبين الجزائريين يعني أنت ما تخليش مثلا واحد كيما تزيري بلال واحد كيما زغدود واحد كيما مضوي وهذه المدربين هذو اللي كانوا يعني في المنتخب الجزائري أو كانوا لجأوا للميدان التدريب هذو لازم يتكونوا ولازم نساعدوهم ولازم نوقفوا معهم واللي نلقوهم موهوب وصحب كاريزما وصحب شخصية هذا نعطيه هدفع كبير ونساعدوه باش يوصل للمستوى اللي يوصل له ما نبعثش اللاعب مجرد أنه اللاعب في المنتخب نعطيه له فافدولة واش نعطيه له كيف يسميها في الجزائر ومبعد نعطيه له معادلة لالبي ومبعد نعطيه له تحت الطاولة ولا ما نعرف كيف بدون علوم بدون علم وهذا السيد يروح للميدان اليوم هناك فراغ كبير جدا في الجزائر من جانب مدربين نوردين زكري بالحديث كما قلنا نعرج عن مولودية الجزائر هذا الفريق الذي كانت لك فيه تجربة واحدة لكن اسمك في كل مرة كان يتردد سواء شاهدناها والأرشيف موجود في مواقع التواصل الاجتماعي الأنصال في كل مرة يمر الفريق بفترة صعبة يطالبون بعودة زكرينيو مثل ما يلقبونك في المقابل نقرأ في الصحف أن هناك اهتمامات هناك اتصالات أولا هل حقا كانت اتصالات رسمية بنوردين زكري في مولودية الجزائر بعد تجربته الأولى والتأهل إلى دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا ثم حرمتها من خوض دور المجموعات هل كانت اتصالات رسمية ولماذا في كل مرة يتردد اسم الزكري في وجود في أي فترة تمر بها المولودية بأزمة نظن أن هذه ثيقة كبيرة من جماهير نادي الذي يعرفه زكرية الفترة التي قضيتها كانت فترة قصيرة تقريبا ربع شهر ولكن فترة كانت ذهبية أولا أنا مناصر لهذا النادي ونقم لكل شيء مناصر منذ الصغر لهذا النادي هذا وقلت في عدة مناسبات أنني مناصر لهذا النادي وأتمنى الخير دائما لهذا النادي العريق وكما كنت نتمنى أني أكون فيه لاعب الله سبحانه وترى وفقت أني كنت فيه مدرب وهذا بالنسبة لي أنا وصلت الهدفي هنا في الجزائر أني تدريب عميد الكرة الجزائرية اللي هو مولودية الجزائر ونصار لهم ثقة كبيرة في شخص الزكري أنا قلت لربما أرفض كل العروض اللي جني من الجزائر إلا نادي القلب حتى أني لقيت مرة تصريح وقلت لو نكون مدرب البرسلون وتقول لي مولودية الجزائر أحنا محتاجين لذكرية ونشوف أنه فيه مشروع حقيقي في هذا النادي هذا رأي ننجي للنادي هذا ونرجع للنادي هذا وشرف كبير لي أنني أقتسم ما يقتسمه أنصار ماذا تصريح هذا راح يدير ممكن جدل مثل قصة جيبوا للبرسلون في بلوغين ما تربحني والله يشوف البرسلون في بلوغين وما راح تربحني ولا تربح مولودية ولا راح تلعب مولودية ممكن تلعب مولودية في كيس العالم لما لا لكن هذا أمر غيبي ما يقدره شيث بطول عكس وبالتالي التصريح هذا يقعد شهير ويقعد خاص بذكره وخاص بمولودية العاصمة وبالتالي قلت لك في خلال كل هذه السنوات اللي أنا خليت النادي فيه كل مرة ويعني نشوف اسمي خاص يدول كثير عند الأنصار لكن مسؤول خاص سواء كان من الشركة داعمة لهذا النادي أو من إدارة هذا النادي مسؤول خاص يتصل بذكري مباشرة هذا لم يحدث ما عدا السنة السنة اللي مضت كان رئيس نادي بعد كانت هناك اتصالات بين واحد من القدماء اللاعبين تعملوا دي اللي هو في الإدارة وكان عضو شرف في الإدارة كذلك تصلوا تكلموني وقال إحنا لدينا نحب نعمل معاك مشروعي الزكرية ونحبوك الجيل مولدية أنا لم أعارض أبدا الفكرة ولكن بعدها بأسبوع أو أسبوعين اتضح أنهم اختاروا مدرب آخر جابهم ويمكن عمراني ما أعتقد ولا أشكون عمرها ما كانت ما عدا قلت لك رئيس واحد السنة اللي فات اللي تصل بيا وقال لي يا زكري إحنا في ورطة ومحتاجينك وكذا قلت والله أنا لست رجل مطافي أنا لجيت المولودية نجي لمشروع كبير جدا مشروع الذي أحلم به أن المولودية تصبح نادي مثل الأهل المصري أو الرجع البيضاوي أو الترجي التونسي يصبح نادي كبير في إفريقيا يستحق لإسمه لأنصاره في الجزائر ولتاريخه أنا نجي فقط لهذا المهام هذا أما مهمات أخرى أنا لست لها فأرجوك وبعد يعني حتى الرئيس هذا طلبت منه قلت له والله أنا أسمع يعني كثير من الأنصار وأسمع كثير من يعني يقولون لك غادر هذا النادي هذا أنا لو تسمع رأيه الشخصي أستقيل وهذا الرئيس فعلا استقال بعد يومين من بعد كلام معه هذا الرئيس المحيد للتصل بي في كل هذه السنوات لكن زكريد بعض يقول أن زكريد لم يتوج بأي لقب مع المولودية ما سر هذا هذا الشعب يوم الذي سيأتي به للفريق شوف زكريد إنقذ المولودية من الهبوط في وقت صعب جدا جدا وللزاد البشر اللي كان عند المولودية في ذلك الوقت ويعرفوه أهل المولودية وكانت المولودية تلعب أحسن كورة هذه واحدة هم شافوا هذا المولودية الجزائر راحت للرابطة تلعب طال بـ 14 لعب فقط وبدون حارس ثاني وراحت لرابطة للأبطال اللي غابت عليها تقريب 30 سنة راحت ما زكري لرابطة للأبطال وزكري أبعد من المولودية وهو في رابطة للأبطال هذا الأنصار ما ننسوهاش ونم ننسوهاش آخر سؤال عن المولودية يقال أن علاقتك بهذا الندي مثل ما قلت أنت مناصر تتجاوز فترة تدريبك للفريق يقال أنك كنت مشجع مثل ما قلت الآن وخرجت الاحتفال عندما توجد الفريق بكأس فريقي عام 76 حتى في إيطاليا عندما قمت بزيارة اللعب السابق الفريق أحمد بن سعودي عندما تعرض لحادث مرور أليم ثم خضع لعمل جراحية معقدة في إيطاليا وحتى الفريق الذي بدأت معه مشورك التدريبي فريق المساجين بين قوسين في إيطاليا يقال أنك كنت ترتدي قميس المولودية أثناء تدريبك لهذا الفريق أنا الذي قميس المولودية لحد الآن وارتضيه في كل منافسة فريق المولودية لعب مع الأصدقاء لابس قميس المولودية وفعلا كل ما ذكرته في الحقيقي قلت لك أنا مناصق هذا الفريق مده الصغر وأتمنى الخير لهذا الفريق هذا بقصة ربما المولودية آخر سؤال عن الكورة الجزائرية والأندية الجزائرية ليس الكورة الجزائرية ما هي الأندية التي طلبت خدماتك هنا مع داء المولودية والوفاق لأنه سمعنا مرات شباب قسنطينا سمعنا مرات عدة أندية يدور اسم ذكري في محيطها تقريب الأندية الكبيرة كلها كلها عن طريق مش عن طريق مباشرة عن طريق رواسة حتى نكون واضحين عن طريق وكلاء تقريب كل الأندية طلبت خدماتي وأنا اعتذرت يعني قلت لهم في الوقت الراهن ما نعملش في الجزائر فقط هذا الرد اعتذار أنه في الوقت الراهن ما نعملش في الجزائر هل أنك تؤمن أنه لا نبي بين قومه؟ نعم بطبيعة الحال أنا نقول الظروف التي تمر بها البلد خاصة في الرياضة ما يساعدش وما يشجعش أني نرجع ثاني ونعمل في هذا البلد واضح كرة الجزائرية بالحديث عن الأندية نضع جانبا المنتخب الوطني في الأوينة الأخيرة عاش فترة صعبة بإقصاء المر من دور الأول لكأس أمم إفريقيا بنقطة واحدة وهدف وحيد أمر لم يكن يتصوره ربما أشد المتشائمين في المحيط الكوراوي لكن ذكري كان لك تصريح عام 2019 هنا في قناة الشروق بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا قبل ثلاث سنوات من الآن قلت أنه يجب الاستثمار في هذا التتويج بعد التتويج في الأراضي المصرية قلت يجب الاستثمار وإذا لم نستثمر في هذا التتويج أتمنى أن لا نقص من الدور الأول في الدورة المقبلة كيف تفسر هذا التصريح الذي كان استشرافيا أم ربما توقعت لأنه في كرة القدم يقال هناك لعنة لعنة حامل لقب أو لعنة البطل مثل ما حدثت لإيطاليا في 2010 بعد المونديال أو إسبانيا في 2014 أو فرنسا في 2012 يعني البطل في الدورة المقبلة دائما يمر جانبا هل كان من هذا الباب أم أنه رأيت أنه هناك أسباب أخرى حتما ستؤدي إلى فشل في دورة موالية بعد تألق لافت في مصر هو دائما شوف دائما التاريخ يعيد نفسه ودائما عجلة التاريخ لا ترحم لأن هذا تاريخ أنت اليوم مضى عليك أن تكتب تاريخ الغد يعني فعليك أن لكن اليوم اللي مضى عليك أن تدرس كيف مضى ولو فيه إيجابيات عليك أن تدرس كيف تكون هذه الإيجابيات في المستقبل ولو فيه سلبيات عليك كذلك أن تدرس كيف تلغي هذه السلبيات في المستقبل بدليل على كلامي أنني قلت ما يمكنش أننا نروح الكاسي إفريقيا الجاية ونخرج من الدور الأول لأن هذا حدث نحن في سنة 82 فزنا على ألمانيا وقلنا نتغنى بالفوز على ألمانيا ولا سوينا ولا شيء بعدها وليسنوات كثيرة في 1990 فزنا بكاسي إفريقيا 30 سنة من بعد وروحنا فزنا بكاسي إفريقيا لأنه ما استثمرناش في الأجيال وما استثمرناش في التوقيت وما عملناش بطريقة منهجية أو علمية في كل هذه الفترة أنت لما صح هو جاه هناك إنجاز فزنا بكاسي إفريقيا وكلنا سعداء لكن علينا نتوقف ونقول كيف فزنا بكاسي إفريقيا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الفوز وندرس الأسباب التي اديت هذا الفوز أكيد أن هناك سلبيات يخفيها الفوز يخفي هذه السلبيات فعلينا أن ندرس هذه السلبيات لكي نتجنبها مستقبلا زامبيا فزت بكاسي إفريقيا في النسخة اللي من بعد ما تأهلتش حتى جزائر فزت بكاسي إفريقيا وراح تخرجت من الدور العول هذا يؤكد كلامي ويؤكد ما كنت أتكلم عليه في ذلك الوقت الوقت اللي أنت لو تتكلم على المنتخب الجزائري بأي سلبية تخون والجميع يهاجمك ولكن أنا ما كان عندي ما يهمني أقوال الناس أنا كنت نشوف بنظرة المستقبل وبناء عن تاريخنا الكروي بناء عن ما حدث لنا في السنوات السابقة نبني مستقبل هذا الفريق هذا المنتخب السنغالي في تلك النسخة كان يستحق كذلك الفوز بكاسي إفريقيا وكان الأفضل منا في المباراة النهائية وكان قدم مستوى عالي جدا في تلك المباراة لا أحد تكلم عنه قال لك هو في الأخير التصريح الشهير أنه هو لعب مباراة كبيرة ولكن هو أدى الكورة ونحن جبنا إفريقيا لكن بعد ثلاث سنوات هو أدى إفريقيا أنت لم يجبت لا كورة ولا مستوى لو نتحدث فنيا بالماضي اعترف أنه كانت فيه هناك أخطاء يجب مراجعاتها كمدرب برأيك يعني حتى نتحدث بموضوعية حتى تكون انتقادات بناء أين أخطأ بالماضي في هذه الدورة أنا أعتقد أنه في الكلام أين أخطأ بالماضي أنا نقول دائما أنه الخطأ يكون في المنهجية العلمية في كيفية بناء منتخب تدريجيا وصلب في المستقبل لأنه احنا عندنا سياسة و احنا نقولها كل هنا في الجزائر حيني اليوم واقتلني غدوة هذه سياسة فاشلة و ما عندها ما عندها شي لأنه احنا أنت تصلي وتزكي وتصوم وتحج لماذا لمستقبل لآخرة جنات عرضها السماوات والعرض إذن كل الدين انتقنا يحثنا على العمل من أجل المستقبل نحنا يقولك لا حيني اليوم واقتلني غدوة هذا المثال صح فناحينا المنتخب في ذلك الوقت کونا منتخب أصدقاء مجموعة أصدقاء ثمثني مجموعة أصدقاء و كان هذا الأصدقاء كانوا برزين على الجوان بالفنية كانوا ممتازين وجوان بالفنية كانت هناك روح مجموعة هذه الروح المجموعة مش روح اللاعبين فقط كان هناك نقوله هنا منتخب مؤلف من سواء كان إداري سواء كان فني كانت الألفة فيما بينهم لحمة فيما بينهم وهذاك هو سر نجحنا في ذلك الوقت لكن هل كانت تلك اللحمة في النسخة الأخيرة هل غرف حفظة الملابس نفس غرف حفظ الملابس اللي كانت في ذلك الوقت ما هي الأسباب التي خلات المنتخب وربما نفس اللاعبين ونفس المدرب نفس كل شيء كل شيء المعطيات نفس الإمكانيات من الذي جعل هذا المنتخب إنار أنه غرف حفظ الملابس لم تكن على غيرام ليست كسابقاتها سابقاتها غرف حفظ الملابس كانت جيدة كانت مجموعة من اللاعبين وتوفرت بعض الإمكانيات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان موجود في في كثير من الببارايت في كاسي فريقيا خلينا نكون صرحة ما كناش أفضل من نيجيريا ما كناش أفضل من السينيقال ما كناش أفضل من كثير من الأندية لكن الحمد لله أنه في ذلك الوقت وتوفرت هذه الروح وتوفرت هذه المجموعة جابتنا كاسي فريقيا وبالتالي نحن كنا من المفترض أننا ندرس جيدا هذه الوضعية حتى لا نقع فيما وقعنا فيه اليوم ذكري ماضي قام بعمل التثماره ربما شهدنا الثمار التي جنيناها في مصر بالتتويج بكاسي فريقيا ثم شهدنا سلسلة مباراة لا خسارة ورقم قياسي عربي وإفريقي وكان قريبا من رقم المنتخب الإيطاري البعض لا ما بالماضي حتى نبقى دائما في إطار الانتقادات البناءة لأن من لا يعمل هو من لا يخطئ وكل من يعمل يخطئ بطبيعة الحال والبشر خطأ بطبيعة وهكذا خلق هنا الله عز وجل البعض يقول أنه بالماضي كان ربما ركز كثيرا على سلسلة لا خسارة أكثر من الجوانب الفنية كان المنتخب الوطني مر بفترات صعبة مثل مباراة مالي الودية مثل مباراة زينبابوي والتعادل بصعوبة خارج الديار التعادل أمام الزومبيا بصعوبة خارج الديار التعادل أمام بوركينا فاصو ذهبا وإيابا وخاصة في ملعب شاكار في مباراة فاصلة كان يجب الفوز بها للمرور إلى الدور الفاصل بعض يقول أنه كانت مباراة سهلة لم يستغلها بالماضي لتجريب لعبين جدد وضخ دماء جديدة في التشكيلة التي تعبت نوعا ما بعد سنتين ونصف من العطاء في أعلى مستوى هل توافق هذا الطرح هل فنيا لاحظت أنه بالماضي كان يركز كثيرا على سلسلة لا خسارة من جانب عدم تغيير التشكيلة أم أنه كان يفضل المقولة التي تبقى معرضة للنقد أن الفريق الذي يفوز لا يغير فريق الذي لا يفوز لا يغير هذا على مستوى الاندية ليس المنتخب ليس المنتخب المنتخب يلعب فيه أفضل اللاعبين في ذلك الوقت إحنا اليوم إذا كان محرز ما هوش في الفورمان يمكن ما يلعبش ويمكن ما نستدعيش حتى المنتخب إذا كان محرز كان يستحق أنه يلعب في تلك المباراة وفي ذلك الوقت وفي ذلك الملعب بذلك المناخ ترى ما في مشكلة ما أحرز ما في أحسن منه فهمتني لكن لابد كل هذه الأشياء قلت لك يدخل في المنهجية وفي البرمجة منتخب هو منتخب كل الجزائريين ومنتخب من المفترض في المنتخبات الأخرى منتخبات الأوروبية أو الجنوب الأمريكا رأي المدرب هو الرأي الأخير لكن فيه أعراء كثيرة لمثنيين وهم يعطيه انتباعاتها مع اللاعبين يعطيه انتباعاتها مع التشكيلة تكون فيها حديث كبير والمدرب المنتخب لابد يكون عنده انفتاح على العالم من تاع بلاده مثلا على المدربين اللي في بلاده وعالرياضيين اللي في بلاده ويشوف كل هذه كل هذه كل هذه الأشياء ويوزن حتى المنتخب الجزائري ما يتعطرش حتى المنتخب الجزائري ما يضيعش ذلك ذلك الانجاز انت ذكرت مباريات انا كنت نشوف هذه المباريات مثلا مالي كنا سيئين جدا في تلك المباراة بوركينافاسو في المباراتين كان يمكن أن تكون مدبه ايوه رغم أنه نحن ما كناش نهزم كنا نتغلنا وحبينا نوصل للرقم القياسي لكن اهملنا الجانب أنه فريقنا كان ضعيف اهملنا الجانب أنه فريقنا كان يعطينا في إشارات أنه هذا الفريق ممكن يسقط هذا الفريق ممكن ما يحصلش النتائج اللي احنا نتمنها انت ذكرت عدة نتائج ما كانش فيها خسارة لكن سلبية لكن كان السلبيات كنا نجري وراء خمسة وثلاثين مباراة بدون نهزام كنا نجري وعراله تفتري حتى تفاجأنا بذلك بالخروج في الدور الأول اليوم إذا كان احنا مثلا نتكلم نتكلم من جرة كلام يعني احنا نتكلم في الوقت اللي كان فيه إنجاز احنا نمدح ونقول فيه إنجاز الوقت اللي يكون فيه إخفاق لا علينا أن نقول فيه إخفاق وعلينا أن نتحدث على الإنجاز كيف كان وعلى الإخفاق لماذا إذا كان نحن هكذا فنحن نسير بطرق صحيحة والناخب الوطني أول واحد ينتقد وأول واحد عليه أن يأخذ هذا الانتقاد بصفة شخصية وأن يجيب للآخرين لأنه هذا ما هو نادي هذا هذا منتخب علم بلد هل ترى أن التتويج بكأس العرب ربما رفع درجة الغرور وثقة زائدة في صفوف المنتخب الوطني وجعلنا ربما نغفل عن أخطاء وعن نقائص كانت في المنتخب ولو أنه بالماضي قال في تصريح بعد الإقصاء من كأس إفريقيا قال يستحيل المقارنة بين كأس العرب وكأس إفريقيا لأن كأس إفريقيا مستوها مرتفع جدا مقارنة بكأس العرب هل تعتقد أن هناك فرق كبير جدا إلى هذه الدرجة بين كأس العرب وكأس إفريقيا وهل ترى أن كأس العرب رمما غلطتنا بين قوسين خلينا نقول هذه العبارة شوف كأس العرب هذه مباريات أو هذه الدورة هي في شكل في شكل هويدية بعض المنتخبات مثل المنتخب السعودي جاب الفريق الثالث مثلا بعض المنتخبات ما جابتش اللاعبين المحترفين تحى هذه شيء سوريا وغيرها كي من المنتخبات اللي ما دخلتش هذه المنافسة منازل الضفر بها بعكس اللي كان صاير في المنتخبات شمال إفريقيا ومصر والجزائر وتونس والمغرب كانت هناك شحنة كل واحد كان يحب كانت هناك ندية وكان هناك اللي يخلق جو تنافسي كبير وعطى للدورة حتى مستوى فني لبس به وإلا تبقى دائما يعني مباريات ودية وتبقى دورة أخوية بين الإخوة ما كانش كان من الممكن أننا ننتهز هذه التظاهرة ونخلي لاعبين آخرين جدد يبرزون في هذه نخلي لاعبين مثلا جدد يعني على مستوى الهجوم مثلا علاش علاش عطينا هذه الدورة هذه البنجاح كنا نجيبوا لعب آخر في هذا المركز هذا مثلا نعطيه الفرصة أنه يظهر نفسه ولربما كان يفيدنا في كاس إفريقيا كين مباريات ودية كين مباريات رسمية مع منتخب النيجر مثلا مع منتخبات كان بيمكاننا أننا مثلا ما نلعبوش هذي اللاعبين اللي يجابوا كاس إفريقيا أو هذي اللاعبين اللي ممكن يعني ما يكونوش في المستوى في الكاس إفريقيا قبل كاس إفريقيا كنا نعطيه حظوظ لبعض اللاعبين يبرزون ولكن للأسف شديد هنا بقينا محافظين على هذه المجموعة وهذاك الفريق طعا الأصدقاء خليني نسميها كذا فريق أصدقاء وهذاك الفريق طعا الأصدقاء خيبنا في الأخير مجيد بوغرا البعض يصفه بالمدرب بالمستقبلي بنظر لأنه بالماضي اختاره في طقامه الفني أولا ثم حدد له مهام ليكون على رأس المنتخب المحلي ليشرفه بعد على المنتخب الثاني صح التعبير لم يكن منتخبا محليا في كأس العرب لأن المنتخب الذي أشرف عليه بوغرا في المباراة الودية كان منتخب مئة بالمئة من لاعب المحليين لكن في كأس العرب شاهدنا تغيير كلي هل ترى أنه هناك استراتيجية لتعيين مجيد بوغرا مستقبلا على رأس المنتخب الوطني هناك صداقة فهمتني هذه ما هيش استراتيجية ولا منهجية ولا تمد مثلا كيف تم اختيار مجيد بوغرا المنتخب ما هو تاريخ مجيد بوغرا على مستوى تدريب ما هو تاريخ مستوى مقارنة بمدربين جزائريين يعرفوا الدوري الجزائري دربوا في الدوري الجزائري من سنينه هما يعملوا في الدوري الجزائري ما جتمش هذه الفرصة هذه وعطاوها لمجيد بوغرا إذن هذه مسألة صداقة صديقه وعطاله المنتخب بمحلي فقط هذا ما وبعدين جاءت نتيجة لم يسأت نتيجة ذلك أمر آخر لكن الأمر الحقيقي مجيد بوغرا درب فريق واحد اللي هو فريق في الإمارات وهذا الفريق سقط إلى الدرجة الثانية يعني ما هو تاريخه كمدرب حتى تمنح له هذه الفرصة بالتالي يعني أنا مصرحة هل يوجد بكاس العربة لا يشفع له ليكون لا لا يواصل مهامهم كمدرب في المحلي شوف شوف كل شيء ممكن عندنا في الجزائر لكن نحن ما خديناش بالقاعدة الصحيحة فقط ما خديناش بالقاعدة الصحيحة ترى ممكن يكون مدرب منتخب الأول ممكن يكون كل شيء بالماضي بعد الإقصار لكما طلب ربما بحصيلة تقييمية للناخبة الوطني أو ندوة صحفية هذا الأمر لم يحدث هل ترى أنه الظرف لم يسمح بذلك لأن المنتخب مقبل على مباراة فاصلة والتحضير لهذه المباراة أهم من المحاسبة على ما جرى في كأس إفريقيا أم ترى أنه كان يجب أن توضع الحصيلة على مستوى المديرية الفنية للإتحادية الجزائرية ومش شرط أنها توضع إعلاميا ولكن توضع للنقاش حتى نتجنب الكارثة لو ما رحناش الكاس العالم لابد الحصيلة تكون ولكن تكون بين الناخب الوطني وبين المديرية الفنية إن كانت هناك مدرية فنية في الجزائر كانت هناك مدرية فنية في الجزائر ولها رأي فني على مستوى المنتخب ولها يعني لها ناس عندهم شخصية ممكن يناقشوا الناخب الوطني عن اخطاؤه وعن إيجابياته إذا كان موجود هذا الاسموم فلا بأس لابد لابد أن تكون قبل هذه المباراة لابد أن تكون ولكن لا تكون علاميا لأنه الآن لابد من هدوء ولابد من حكمة ومن رزانة كيف نتخطى المرحلة القادمة اللي هي مباراة فاصلة للذهاب لكاس العالم بعد من بعد من تأهلوا إن شاء الله لابد أن نضع في استراتيجية علمية حقيقية صحيحة لابد أن يكون فيها كلام لابد أن يكون فيها جدية ولابد أن يكون فيها دراسة كل الأخطاء حتى ما نروح للمونديال ونشاركه من لجم المشاركة أو نروح ونشاركه في المونديال وتكون لنا في مثابة مهزلة مثلما كانت وخية مثلما كانت في كاس أفريقا في هذا السياق نوردين زكري كيف ترى حضوض المنتخب الوطني في المباراة الفاصلة أمام المنتخب الكاميروني المنتخب الجزاري يمتلك لربما ثلاث منتخبات ثلاث تشكيلات بإمكانه أنه يهزم الكاميرون ذهبوا إياب الكاميرون فريق ثبت في هذه كاس أفريقا أنه فريق موش قوي ما عندوش لاعبين قوياء ليخوفوا الجزائر ولا يخوفوا اللاعبين تألجزائر وبالتالي في كرة القدم كل شيء ممكن لكن أرى أن حضوض الجزائر كبيرة جدا في الذهاب لكاس العالم ليست المشكلة أننا نذهب لكاس العالم المشكلة عند مناصل الكاس العالم لابد أن نظهر بصورة مشرفة التخوف من ملعب جابوما في المباراة الفاصلة هل هو في محله أم أننا سنذهب للدفاع ولا يتهمنا أرضية الميدان التي إن كانت سيئة ستكون عائق في وجه المنتخب مضيف الكاميرون الكاميرون لعب قريبا 120 دقيقة من أشيقائنا المصريين ولم يمكن حتى يوصل للمرمى فكاميرون فريق لا يوجد في المستوى الذي يخوفنا في الكاميرون لا تخوف للأجواتر لا لا بما أنه هو البلاخص العودة هنا يعني الجزائر بإمكانها بإمكانها أن تذهب هناك وتلعب من أجل الفوز هناك وما تروحش من أجل تفادي الخسارة وهذه الأشياء بدون تغييرات كثيرة في المنتخب حاليا لتفادي زعزعة لا أنا أعتقد أنه لا بد أن تكون هناك تغييرات لا بد أن تكون هناك تغييرات ولكن تغييرات دقيقة ودقييرات مضروسة من لاعبين دقيقين ومضروسين ولاعبين اللي عندهم طموح كبيرة جدا في اللاعب هناك اللاعب اللي أخفق في كاس إفريقيا اللاعب المحترف ما أصدر كان اسمه وأخفق في كاس إفريقيا أنا أتمنى أنه لا يكون متواجدين في التشكيلة يكون متواجدين بعض اللاعبين الآخرين الذين يمكنهم خاصة في المباراة المباراة هنا لا يوجد مشكلة خاصة المباراة هنا بعض اللاعبين يجب أن يكونوا متواجدين في تشكيله وبعض اللاعبين التي لديها هذه النزعة وقوة وربما لعبوا في فريقيا لا بد أن يكونوا في هذه المباراة آخر سؤال عن المنتخب الوطني والناخب الوطني جمال بالماضي نوردين ذكري صراحة هل تعتقد أنه جمال بالماضي كناخب وطني وفرت له جميع الظروف أم أنه كان ضحية لصراعات داخلية لكن شاهدنا صراع الاتحادية السابقة والتي بعدها وأنه كان ربما مهامه أصبحت تتجاوز الجانب الفني أصبح يتدخل فيها العشب الطبيعي أصبح يعمل عمل مناجر كيف تفارق في هذه الموازنة بينما يقول أنه وفرت له كل الظروف وأنه حقا كان ضحية صراعات بين المسؤولين أنا لا أعتقد أن هناك ضحية في هذا المجال هذا الضحية الحقيقية والمتقب الجزيرة اللي ما حققش نتيجة إيجابية في كل الظروف مهيئة لجمال والمتقب الجزائري نفس الظروف اللي هو يأت له من ثلاث سنوات هو يأت له العان أنا نقول لك غياب المنهجية الحقيقية وغياب هذاك الروح اللي موجود داخل غرف حفظ الملابس هو سبب تظاهر مستوى فريقه أسئلة صغيرة فقط نتمنى أن تكون الإجابة في كلمة نوردين ذكري كمدرب من هو القدوة في عالم التدريب لنوردين ذكري أريغو ساكي أفضل مدرب في العالم حاليا؟ ما نقدرش نظلمه المدربين كثير كثير جداً ما نقدرش نظلمه أنا بداية من منشيني في إيطاليا من أنشلوتي مدربين كثير في إيطاليا مدربين كثير كذلك في سواء غورديولوس ومورينيوس مدرسة متفوقة حالياً في عالم التدريب؟ لا في عالم التدريب مدرسة إيطالية رقم واحد في العالم حتى حالياً في الفترة حالياً؟ مورينيو يقر بذلك مورينو الآن يعمل في روما وأقر وأخراً قال لهم أنا نلعب مع أي نادي في إيطاليا أي نادي نلعب معه يغير لي تكتيك المباريات أربعة خمسة إلى ست مرات خلال المباراة وهذه ما تحدث إلا في الدور الإيطالي وما تحدث إلا مع مدرب إيطالي ومدربين الآخرين ما يعرفوش قراية المباريات ما يعرفوش الجوانب التكتيكية المعمقة الكبيرة اللي موجودة في كفرشانو أقوى دوري في العالم حالياً؟ إيطاليا مصر نوردين زكري أفضل لاعب في العالم حالياً؟ أفضل لاعب أنا أعتقد ميسي بعد تراجع شوية رونالدو تراجع شوية في مستوى رونالدو أعتقد ميسي يبقى أفضل لاعب في العالم أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟ ديغو أرماندو مردوة ربما زكري يصر على الإيطاليا جنة كرة القدم الكالتشو لو قلت لك أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية نوردين زكري أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية أنا أعتقد يتكلموا على الماس كثير يعني أنا ما شفتوش أنا صغير ما شفاش الألماس يعني صغير ما شفاش ولكن أنا بالنسبة لي مصطفى دحلب هو أفضل لاعب جزائري مصطفى دحلب أفضل مدرب في تاريخ الكرة الجزائرية؟ ما نظلمش المدربين كلهم اللي يجلب شي جميل للجزائر مبروك علي والله يرحمهم كثير منهم تعودين على صراحتك الله يرحمهم كثير إسم مفضل؟ مدرب مدرب جزائري إسم مفضل مدرب نقول عمي علي هوارة مدرب انتأي في أواصط مولودية بلما عندك ربما دكريات خاصة معاه؟ دكريات خاصة كان ساعدني كثير وأنا كلاعب ساعدني كثير يعني كان يتفاهم وضعي يعني كنت صعب أنا مو كنت سهل يعني في كلاعب يعني كنت عندي شخصية كنفرض رأيي على اللاعبين على أصدقائي وكذا لكن هو كان متفاهم جدا هذا الوضع هذا وكان دائما في نقاش معايا وكان يساعدني الله يرحمه سؤال صعب أفضل لاعب دربه نور دين زكري أفضل لاعب دربه نور دين زكري كثيرين جدا وما نقدرش نظلم هذا اللاعبين هذا لأنه مروا عليها لعبين خاصة سواء كان في مولودية العاصمة أو في وفاق سطيف نظن أنهم كثير والله كثير ما نقدرش نظلم لعبين وكانوا يعني في مثابة أبنائي يعني وكانوا لعبين حقيقين صح كثير والله كثير أفضل رأيس تعاملت معه والله الرؤساء ما نقدرش نقول أفضل ما نقدرش نقول أفضل رأيس لأنه ما زال ما لقيتش أفضل رأيس تعاملت معه خاصة في الجزائر ما كانش لظروف لظروف ما سوء تفاهم دائما يحدث بيني وبينهم أكثر قرار ندم عليه نور الدين زكري في مشواره التدريب ما كان حتى قرار ندمت عليه ما كان حتى قرار ندمت عليه كل القرارات دائما نأخذها بقناعة نأخذها بقناعة وبيستخارة ما كان حتى قرار يعني أنا أغلط فيه نور الدين زكري شكرا على صراحتك شكرا على صدرك الرحب كلمة توجيها للجمهور الكوروي الجمهور العريض عامة وخاصة لمتابعي قناة الشرق شوف أنا أولا أشكر جمهوري الخاص سواء كان هنا في الجزائر أو في الخليج أشكرهم كثيرا ويعني نسأل الله علي القدير أن يجمعني يجمعني معهم دائما على الخير ونتمنى يعني أني دائما أخدمهم في هذا الميدان أتمنى دائما لأن هذه الكورة هذه هي أصلا هي كورة للجماهير هي متعة للجماهير لأنه أي نادي وأي منتخب المدرب هذا يرحل واللعبين يرحلون والإداريين يرحلون بس الجمهور عمره ما يرحل الجمهور يقعد في ذلك الفريق وبالتالي أنا دائما أكن الاحترام للجماهير الأندية هذه وبالأخص الجماهير اللي تحب ذكري واللي تدعي لذكري واللي تتمنى ذكري أنه سواء يعود للجزائر أو العمل في الجزائر أو الجماهيرية الكبيرة تاعي في الدور السعودي اللي يتمنى أني أرجع للدور السعودي يعني يحيي من هذا البلاط وأتمنى أني أخدمهم في المستقبل وهذا اللي أنا صاهر عليه يعني أنه يجيني فريق صاحب مشروع حتى أخدم هذه الجماهيرية أكثر إن شاء الله بالتوفيق لك في مهارك المستقبل الله يباركيكم وشكرا على الاستضافة ربما ترفض البوح بهوية النادي أو المنتخب أو الوجهة المستقبلية لنوردين زكري نشكرك مرة أخرى إذا مشاهدنا كان هذا الحوار الخاص مع زكريني والمدرب الجزائري نوردين زكري الذي كما قلنا خريج مدرسة كوفيرتيانو في إيطاليا الذي درب عديد الأنذية الجزائرية نشكركم على كرمي الإصغاء والمتابعة نتمنى أن تكونوا قدم ضيتم وقتا ممتعا واستفدتم من هذا الحوار نلتقي في مواعيد رياضية لاحقة بحول الله سلام عليكم